النوافذ الرئيسية في البرنامج هناك العديد من النوافذ الرئيسية عندما تقوم بفتح برنامج visual studio.net وذلك كما يلي النافذة الأولى هي نافذة التول بوكس أو صندوق الأدوات وبها جميع الأدوات مرتبة حسب فئات أو حسب مجموعات وكذلك نافذة properties أو نافذة الخصائص لأي أداء لاحظ عند اختيار أي أداء سوف تظهر الخصائص الخاصة بها وتختلف حسب الأداء المختارة كذلك هناك نافذة solution explorer أو مستكشف المشروع أو مستكشف الحل يظهر اسم الحل ثم المشروع الحالي وجميع الكائنات الموجودة فيه ثم يمكن إظهار أو عرض نوافذ أخرى ولاحظ جميع النوافذ يمكن تفعيلها أو إظهرها بالنقر على هذه الأزرار الموجودة هنا في شريط الأدوات القياسي أو من قائمة view سوف نجد نوافذ أخرى نافذة الكود إذا كنت في طور الكود للنموذج أو نافذة التصميم وهي النافذة الحالية لاحظ designer وهي النافذة الحالية وكذلك نافذة مستكشف الخادم server explorer بالإضافة إلى object browser وهو عبارة عن browser أو مستعرض للكائنات ثم هناك نافذة خاصة بقائمة الأخطاء أو error list وكما ذكرنا نافذة الخصائص وصندوق الأدوات tool box وهناك بعض النوافذ الأخرى مثل نافذة العلامات bookmark window وكذلك class view لعرض جميع الفصائل والفئات class وكذلك code definition window كذلك نافذة الأوامر التي تمكنك من كتابة الأوامر وتنفيذها مباشرة ونافذة document outline وكذلك نافذة الإخراج أو الخرج output وقائمة المهام task list وغيرها من النوافذ وسنتعرف على أغلب هذه النوافذ في الدروس التالية بالتفصيل